ياه أخيراً أخيراً الواحد رجع البيت كده هو ويقعد كده ويفتح المروحة قدامه اهده انت جات يا حاج ازايك يا حاج وحشتيني والله عشتك يا أولي ما نعادي بنزل الشغل واجه على أخر النهار ايه المشكلة يعني يعني الواحد يا أخي ما قولكش كلمة حلوة كده هو ومتقابله كده بكلمة حلوة لازم تديني درسي يعني أقول أو ما قولش إيه لو على إيه يا أخت قولي المهم أعامات الغداء ولا لا عملت الملوخية اللي أنا قلتلك عليها وشوية اللحمة كده الملبسة دي تنزلت اشتريت الحاجة اه اه يا حاج عملت عملت الملوخية وعملت الروز أبو شعارية اللي انت بتحبه اه وبعدين كميلي بقيت الحاجات اللي انت عملتها ايه اللحمة والسربة عملتلي الشربة الصنعة صفور لا يعني الصراحة يا حاج انت عارفني أنا طالع عمري دغري مو بحبش أقولي للصراحة والصراحة أنا ما عملتش لحمة يعني ما عملتش لحمة وما اللي عملت الملوخية بقية ولي عملتها بالمية استهدى بالله بس أنا هقولك اللي حصل عشان ايه تبقى عارف برضو اللي حصل لي ماما انت برضو جوز ولازم أقولك ووحكي لك اللي حصل الصراحة كده أنا ايه كنت مشيف وشيلك هتقل علي اللي انت عارف بقى انزلت أجيب الخضار والحاجة واللحمة والروز اخلاص يا ياختي اخلاص يا ياختي وقولي اللي من الاخر اهل اللي جارة بقى خير في سلامة وسلامة في خار يا حاج أنا كنت مشيف أمانتي الله وشيلت إيه علي الصراحة قلت يا بيت انت عادي تمشي المسافة دي كلها لا اصرفي اصرفي وبعزاق ده انت صرفة كتير على اللحمة والفراخ بقولك يا وليه مما تنجزي وجيبي من الاخر انا حران وطهقان ومش طيق نفسه جايا البيت عشان اقعد قدام المروحة واكل لقمة كده وانبصة انت عادي يا اختي تحكي لي مشوار حياتك المهم انا جاية في الكلامة هو يا حاج انت اللي بتصربعني والله وبتنسني الكلام المهم قلت بقى الشيلة تقيلة اخد تاكسي قلت لا التاكسي هيقول لي بقى هات الشيء الفلاني وهما الوقت بيستعبطوا الصراحة وبياخدوا فلوس كتير قلت لا يا بيت انت تاخد ايه توك توك عشان اديله خمسة جنيه واخدت يا اخويا التوك توك وكل حاجة وانا قد توك توك كده حلوة بجديدة وشكله جميل وكان مش اغلي بقى اغاني مهرجانات ودوشة وهيسة وانا بقى كنت هيسة الصراحة ومبسوطة وحطت الحاجة ايه على الارض جنبي كده في التوك قصما بالله لو عدت تلت وتعجيني في الكلام ده هيسفخت حتة قلم على وشك اقلبك الناحية التانية انا جاي من الشغل جاي باخري ومش طيق نفسي واقف اكلمك والمي عملة تنزل حوالين كده هوت ومن جوه الهدوم ومش طيق نفسي انجزوا هتم الاخر خلاص يا حاج كده هو خليك فرفوش ايه ما ما تبقاش كده انا دنكت كده على طول المهم قعدت يا اخويا في التوك توك وحطت الحاجة جنبي على الارض وقعدت استمتع بقى بغاني المهرجانات كده هو انا قعدة وكنت مبسوطة وممزوجة بفجأة الراجل وقف وقف وقال احنا وصلنا يا حاج ما ما سدقتش نفسي الصراحة يا اخويا لانا قلت ده مش فار طويل قتالي ما كانش طويل يعني ولا حاج فرحت اعطيله خمسة جنان له وله بقدله خمسة جنان الضلالي المفتر الظالم مش عايز ياخد الخمسة جنان اخلاص يا حاج اخلاص يا حاج عشان اجيبت اخره معكش طيق نفسي يا اخويا ما انا بحكي لك اهوف ماما ما اصار بعنيش في الحكي يعني عشان احكي لك الحاجة بالزبط المهم الراجل يعجز عقلي ويعلف صوته والناس تلمت والشرع تلم حلوة في ايام ومحمود في ايام ومحمود قلت لهم يا الراجل المفتر الظالم الضلالي عايز ياخد مني سبعة جنيه ونص مش عاجبه الخمسة جنان حلوة قوي دي عايز سبعة جنيه ونص ليه اه وبعدين ما فيش يا اخوي الناس بقى هاتي ماتي كاتي هاتي ويتطبوا علي ويهدوا الراجل وانا نسبته ما سبته وش عادتي مسبته غسلته المهم مادت له شغل الخمسة جنان وطلع على البيت كده وانا فرحانة بنفسي وإيه فجأة افتكرت ان انا نسيت الحاجة جوه التوكتوك اياختي وبعدين نسيت الحاجة ياختي بتاعتك في التوكتوك فالحالة بس ياختي عملة تتخلق على اثنين جنو ونص وعنا الفيلم والرواية بتاعتك تتخلق على اثنين جنو ونص ونسيت حاجات بألفين جنيه في العربية سهى علي يا حاج سهى علي يا راجل كان نرفزني وهو خرج اوحش ما فيه انا كنت لطيفة وكويسة كنت مبسوطة ببغان المهرجانات كده هو نو نص ليه هيدحك علي ولا هيدحك علي ماما يا اختي رجعت جبتي الحاجة ولا ما جبتهاش ماما انا مسكتش رجعت بقى وعدت لف الشوارع يمين وشمل يمين وشمل ان انا لقيت توكتوك اللي انا كنت جاية فيه مش لقيا يعني ايه يا اختي يعني اللحمة والفراخ والرز والحاجة اللي انت جبتها اطارت مش موجودة ده قتل الشهر يا اختي اجيبلك منين تاني انت بتستعبطي اولي انت ولا بتستعبطي اولا يعني كان بخطر يا حاج من مش غصبا عني اتلهت يعني في الخناء والزعيق والناس عملت حش فيي ويزقوا الراجل بعيدة عني عشان كان عايز يتهجم علي بس انا مسكتلوش يا حاج ياختي كانت تخليه يضرابك كانت تخليكي فوق النفسك والحاجة اللي في ايدك فالحالي بس فرحانالي باقبان المهرجانات وكنت قاعدة ممزوجة يا حاجة ومبسوطة ووصلني بسرعة وقلت خمسك فيهاي بلس سبعة ونص اقول لك اي يا ولي ادع عليكي ادع عليكي والناس تقول بيدي على امراته يا اخويا ما قلنا قصبنا عني نسيت ايه انا عقل دفتر نسيت ان انا كنت شارية لحاجة من كتر ما انا كنت دم بيغلي يعني كده ومش فاضي اركز في حاجة دم كان بيغلي وكنت متضايقة وزعلانة والراجل ما بهدلني وانا كنت مبهدله ومصحب كرامته الارض ما تيلاقش علي يا حاجة انا عرفت اخد حقي اكوزفت لا حد قال لك يا اختي انا قل انا عليكي انا عارف يا اختي انك زوانك بهدلت الراجل ومدتي ايدك عكمان علي او انا مش عارفك عارفك يا اختي انا قل انا ببس على الحاجة اللي راحت مننا كده هنأكل اي اختي بقى بقيت الشهر يا اختي هه اتفضعلي لا والله العظيم ما عارف اقول لك ايه اقول لك ايه يا شيخ يعني المرة لا تنزيل تشتري فيها الحاجة تضيع الحاجة تحت كده وتقول لضعت في التوك توك الوقت نأكل اي اخت ونأكل عيال ايه هه هتقول لي حمد الله على سلامتك والحمد لله ان انت جاي بخير وكويسة فيش فيك حاجة ده بده ما تقول لي حمد الله على سلامتك والحمد لله ان كويسة وفيش فيك حاجة نappeانا كنت عايزة نروح عامله محضر انا اعملله ياخت محضر كان زواننا الوقت جبنا وجبنا الحاجة اللي معاه اقول لك ايه بس يا ولية منك لله يا شيخ الواحد ما يعتمدش عليك ابدا في اي حاجة انت استغفى الله العظم يا راب قول لي فدايا يا خويا قول لي فداكي ألف ألفات الدنيا كلها رحي روح يا شيخة بلى فداكي بلى زيفت بلى ألف يوسف الشارع لا 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 يا حاج انت تغيرت ده كنت زمان كل حاجة تقول لي فداكي فداكي يا حبيبتي إيه اللي جرالك بقيت وحش كده ليه وبقيت مدي خالص بقدر ما تقول لي الحمد لله اني جيت بالسلامة لا 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 انت ما تغير قالوا انا اللي قلت هيجي يقول لي فداكي يا حاج والمهم ان انت بخير وكويسة واصلت بالسلامة بدلا ما كان يختفك ولا حاجة هو هياخدني ويعشيني ماما اطرح اللحمة اللي راحت مننا دي ويقول لي هجيبلك غيرها الكل اللي فرق معاه الأكل واللحمة هو عملله محضر عشان نجيبه بقى ما مش هيا ما مش فرق معاه مرات طولها هتروح الاسم وتتبهدل هناك فرق معاه بس عنوان الرجل هيبقى موجود ونجيب منه اللحمة اخصى عليك يا حاج اخص طب كنت خليه اختفك يا اختي ده انا كنت هبعات له جواب شكر قدي كده هو وهبعات له مرتبه كل كل شهر يا السلام يا اختي عارف عارف ان الكلام ده كله من وراء قلب هو يقدر يستغن عني وهو ولا يقدر ييجي البيت كده ما يلقنش في البيت ده انا فكهة البيت عارف يا حاج عارف يا حاج انك ما تدرش تستغن عني وكل الكلام اللي انت قلته ده من وراء قلبك كده وبتشوف انا هقولك اه بس انا عمتا من الزعلانة مما انت برضو حقك يعني انت تعبن برضو شايا في الفلوس بس عادي بقى ما يجراش الا بقولك اي حاج هتحب اعملك شوية رزو ملوخية على بعض كده وتاكلهم والله ان ما رضش عليها احسن حاج وليه ما عنداش رحة الدم قصما بالله ما عندها رحة الدم بتقول اي حاج كده في سرك اعمل لي مفاجأة اكيد اكيد هتجي فجأة تفاجئني كده هو وتقولي يلا يا حيبت عشان ننزل نخرج ساو اه عشان اوديك عن دمك وخليك قاعدة عندها معتش ترجع البيت تاني بتقول اي كده بس يا حاجبش كده هبسط وقت انا مستمعك يا خوي ما بقولش بقولها كله ما بجيبنا كون انت ياخت الرزو الملوخية بتوعد اي حصرة قلبي على اللحمة والحاجة اللي ضاعه انا هنزل انا دور انا واشوف اشوف راجل ده رحفة انا مصيدة ولا انا عارف اجيبه منين ولا اجيبه ازاي حزبي الله ونعمل وكيل فيك يا شيخ حزبي الله ونعمل وكيل فيك الواحد يبقى تفحني الدم وطوله الشهر عشان تجي تضيعيني الفلوس وتقولي لي ما تخافش يا خانا كويس انا بخير وان شاء الله يختك وتتخطفت انت وجبتلي اللحمة والفراخ في البيت طب لو هتجيب لنفسك يا خوي حاجة جهزة من تحت هتلم عكحة وابش وبيد اهو نسيب بقى شوية الملوخية والرزو دول بقى البكرة هو الواحد يبتحكي ده هم الطبخهم الوجعي القلبي يلا يلا عاملين انتو الوقت كويسين ما تنسوش تصلوا عنا في كومنتو وتقولوا ايه رأيكم فيها في ولا انا عملته ما مش هو نابك واش انا اجيب السلامة البيت